اشتركوا في القناة الاكاديمية والمعرفية عاملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل الهام ريبوز وأفكار من أعداد وتقديم محمد القاسم محمد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج رموز وأفكار بيزاعة جامعة الخرطوم FM3.3 صوت العلم المعرف ونسعد في هذه الحلقة أن يكون ضيفنا الدكتور علي سليمان فضل الله أستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان بكلية القانون بجامعة الخرطوم أهلا ومرحبا دكتور علي أهلا وسهلا الدكتور علي سليمان فضل الله أستاذ القانون العام المشاركة الضليع والمتخصص في القانون الدستوري والحقوقي الباحث في الحريات العامة والحقوق الأساسية وحقوق الإنسان والخبير الوطني والمرجع في صناعة الدستور المرتجع للسودان كان رئيسا لقسم القانون العام ثم عميدا لكلية القانون بجامعة الخرطوم في عام 1986 وحتى 1990 ويعمل الآن في وظيفة زميل بكلية القانون نال تعليمه العلمي في جامعات مرموغة فحصل على درية البكالوريوس في القانون من جامعة الخرطوم ثم الماجستير من جامعة بيرمينج هام ثم الدكتورة من جامعة لندن تقديرا لتمييزه العلمي في القانون حصل على محهد فل برايت للأكاديميين النابئين من ويات المتحدة الأمريكية عام 1992-1900 وعمل زميلا في برنامج حقوق الإنسان في جامعة هارفرد وباحثا زائرا بكلية فلسيا للقانون والدولوماسية بجامعة تفتيس الأمريكية وأستاذا زائرا بمحهد MIT ومحاضرا بمحهد الإدارات العامة بجامعة أحمدو بيلو بناجرية وحتى 2003 دكتور عيسلمان فضل الله أسهم بفكره القانوني بحكم نصبه كعميد لكلية القانون بجامعة خرطوم عضوا بمجلس القانون العالي مفوضية الخدمة القضائية حاليا ومجلس التدريب القانوني ومجلس تنظيم مهنة القانون يسهم في الحراكة العومية لكتابة دستور الجديد للسودان فكتب تحت مسمى سلسلة كتيبات المواطن والدستور عن حقوق الإنسان نشره مركز جارية الأيام للثقافة والتنمية ضمن مجموعة منبثقة من القانونيين والأكاديميين والسياسيين منهم الأستاذ محجوم محمد صالح والبروفيسور محمد إبراهيم خليل والبروفيسور الطيب زي العبدين وذلك لدعم حملة التوعية والتبشير بالدستور الجديد نشر دكتور عيسلمان فضل الله أوراق بحثية هامة في مسار التطور الدستوري وحقوق الإنسان في السودان في مجلة الوحدة في باب غضايا الحريات كتب عن حقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور الانتغالي ثم كتب في مجلة حروف عن الحقوق الأساسية والحريات العامة في الدستور في مؤتمر جمعية كلية القانون في عام 1989 وشارك بورغة في ممتدى صناعة الدستور عام 2011 بعنوان البحث عن الدستور ترعيسلمان فضل الله أهلا ومرحبا بك الله يبارك فيك شكرا لك كتر خيرك ترعي الدستور كما هو معلوم هو القانون الأساس للدولة والقانون الأساسي ويشغل أمر الحقوق الأساسية والحريات العامة بعد المشتغلين في الحكم وفي السياسة وفي القانون والصحافة ويحتدم الجدل بينهم وبين الحكومة حول كفارة الدستور للمواطنين بهذه الحقوق والحريات والتزامها بحكم القاومة الذي تمارسه سلطة قضائية مستغلية ترعي ما هو الدستور وما هي أهميته للمواطن والمجتمع والدولة بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله شكرا أخ محمد القاسم على هذه الاستضافة والدستور كما ذكرت أنت يعني نفسك في هذه المقدمة هو القانون الأساس والأسماء في الدولة الدستور هو الذي ينظم العلاقات بين سلطات الدولة المختلفة بين أجهزتها المختلفة سلطتها التشريعية وسلطتها التنفيذية وسلطتها القضائية ما هي حدود سلطات كل من هذه الأجهزة وما هي العلاقة بينها وبين بعضها وما هي العلاقة بينها وبين المواطنين أنفسهم وما هي الحقوق المكفولة للمواطنين في الدولة المعنية وأيضا أحيانا نتكلم عن واجبات المواطنين أيضا ما عليهم أن يقوموا به تجاه دولتهم من حقوق ولذلك يعني ترى أن القانون ممكن ينتظم أشياء كبيرة من النشاط المجتمعي ممكن يكون خاضع يعني لقانون الدستوري ولا بد من أن تكون الأجهزة في الدولة والمواطنين كل على علم بحقوقه واختصاصاته وحدودها يعني التي يجب أن لا يتخطاها بالطبع يعني وأنا قصدت أن الحدود التي يجب أن لا يتخطاها لأنه أحيانا تكون لديك يعني دساتير مكتوبة بألفاظ رنانة ولكن في واقع الحال غير يعني ممارسة بالشكل الذي حدده الدستور طرورة الانضباط بالحدود التي رسمها الدستور ولذلك تلقى يعني بالكتاب القانون الدستورية يتكلمون دائما عن الدستور وعن ما أسمي عن النظام الدستوري بعض الناس يقولوا الدستورية أو الدستورانية أو أخونا حمد نردين رد الله غربته كان يقول الدستور بمعنى أنه قواعد التي رسمها الدستور تصبح واقعا معاشا مطبغا في حياة الناس تلتزم به الأجهزة وتحفظ وتحافظ على حقوق المواطنين في الدولة وبالتالي نستطيع أن نقول هذه الدولة بها نظام دستوري لأنه ممكن تكون هناك بلدان كثيرة بها دستير مكتوبة ولكن ليس بها هذا النظام الدستوري الذي تلتزم فيه الأجهزة الرسمية في الدولة بأن تعمل في حدود اقتصاصاتها وتراعي حقوق المواطنين التي وفرها لهم الدستور دكتور علي ممكن أن المجتمع السوداني يتصب بالتنوع العرقي والمعرفي والديني وإن خفت حدة بعض انفصال الجنوب ولهذا التنوع استحقاغات تسعى مكونات المجتمع لعكسها في الدستور ليصبح معبرا حقيقيا له بإفراد باب خاص بالحقوق الأساسي والحريات ما هي علاقة الدستور بالمجتمع بالنظر إلى الوضع في السودان؟ بالنظر للوضع في أي بلد في العالم يعني هناك علاقة كبيرة ما بين المجتمع وما بين الدستور الدستور الغرض منه توفير نظام للحق فيه حماية لحقوق المواطنين في الدولة ومن هم الأشياء طبعا التي تعنا بها الدستور في بلدان المتنوعة عرقيا وثقافيا أنها تحمي حقوق المجموعات الثقافية المختلفة المجموعات السياسية المختلفة في أنهم كلهم يكون لهم الحق في أن يعبروا عن ثقافاتهم وعن معتقداتهم بحرية في إطار الذي يرسمه طبعا القانون دون تشدد في إجراءات القانون في هذا الأمر لأنه نقول في حدود القانون لا يعني هذا أن القانون يستطيع أن يفعل ما يشاء بعض الناس يفهمون مثل هذه النصوص كأنما الدستور يضع قيد باليمين سمية القانون ويأخذه باليسار وهذا يعني بالطبع ليس صحيحا في القانون الدستوري ترعلي ممكن الدستور يتصل بالنظام السياسي السايد في البلد المعين وأكيد يتأثر بالأيدولوجيات التي يتبنىها ذلك النظام الحاكم وشهد البلدان العالم الثالث ومن بينها السودان ممكن حلقة مفرغة يدور فيها نظام الحكم تسيم بعدما الاستقرار السياسي وحدوث انقلابات عسكرية وسورات شعبية تضيح بها والفشل في تحقيق التنمية والسلام والتكاومة العومي فحدثنا شوية عن كيفية الخروج من هذه الحلقة المفرغة بالنظر إلى جدلية الدستور والنظام السياسي والله يعني كيفية الخروج هذا قد يكون يعني من عمل يعني المعنيين بالعلوم السياسية يمكن لأنه من الصعب جدا أنك أنت تحاول أن تضع دستور وتحاول أن تضع فيه حماية لهذا الدستور من أن يتدخل فيه عسكر يعني مثلا بانقلاب عسكري أو يعني بالتغيير والتبديل كما يريدون صعب جدا أنك تتحاول حماية الدستور ولعلك يعني شاهدت عندنا تجربة نحن ما قبل الإنغاز بعض السياسيين حاولوا أن يضعوا مثاقا للدفاع عن الديمقراطية ووقعوا عليه ولكن لم يستطيعوا عندما قامت الإنغاز بانقلابها هذا لم يستطيعوا أن يحركوا الناس لحماية النظام الديمقراطي الذي انتهك من انقلاب عسكري أحيانا بعض الناس يحاولوا أن يلجأوا للمحاكم للنظر في هذا على اعتبار أنه الانقلاب الذي يعني جاء فيه مخالفة واضحة للنظام الدستوري الذي كان غايما ولكن في بلدان كثيرة عندما نظر هذا الأمر أمام المحاكم تجد أن المحاكم الأحكام التي أصدرتها عبارة عن تغريبا يعني سياسة مكتوبة في شكل قانون لأنه في نهاية الأمر يقول أن النظام الجديد قد جاء وفرض سلطته وأصبح الناس تأتمر بأمره وبالتالي أحدث ثورة بالمعنى القانوني بمعنى أنه أحدث نظاما جديدا صار الناس يلتزمون بقراراته وينفزونها وبالتالي يقولون لك من ناحية القانونية حصلت ثورة هنا ليست ثورة اجتماعية ولكن ثورة من ناحية القانونية أن الذي حدث لا يستمس صلاحيته مما كان قبله ولكن من الواقع التي حدثت آنذاك قيام نظام جديد أصدر أغامره وأصبح الناس يستطيعونه وبالتالي أصبح له حجيته التي يعمل بها على أساس أنه نظام ثورة جديد لا يعترف بما كان قبله أما كيفية الخروج في رأيي هو أن نصل إلى كيفية تواصل يعني معظم الناس يتوافقوا على دستور يرتضونه يعني هذا الدستور يحصل فيه نغاش واسع بين طبقات المجتمع المختلفة في قراءهم في مدنهم حتى يتوافقوا على نظام دستوري يكون مقبولا بالنسبة إن لم يكن لجميع بالنسبة الأقلبية العظمى من المواطنين وبالتالي هذا الدستور لابد أن يرأي قيم المجتمع وعاداته وتقاليده حتى أن يجد القبول من الناس في هذا المنح يمكن أن الدول الأفريقية كثير منها ويرسد على سبيل المثال أنظمة حكم على نمط الدول التي استعمرتها بريطانيا أو فرنسا أو هكذا والأشهر هو نظام وست مينستر الذي اتبعناه هنا في السودان وسارد على دربه الحكومات الوطنية وحدث نوع من الانفصام بمخالفة النظام للواقع الوطني هل من سبيل لموائمة النظام السياسي للواقع خاصة وقت انهارة النظمة السياسية العربية إسرى ثورات الربيع العربي بالنسبة للبلدان الأفريقية التي ورثت نظام ويس مينستر أعتقد أن نظام ويس مينستر جاءها في مرحلة متأخرة يعني مثلا عندنا في السودان النظام الذي قام لدينا باتفاقية الحكم السنائي كان نظاما يختص فيه الحاكم العام بكل الصلاحيات السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية كلها كان بيد الحاكم العام حاكم العام طبعا كان يعينه الخديو لكن بنان على توصيل مصر تصور الرضا هكذا لغاية 1910 صار في مجلس الحاكم العام ومجلس الحاكم العام استمر هكذا إلى أن جاءت مطالبات يعني في 24 طبعا حصلت الصورة حصلت ردة في تفكير النظام وصار يعتمد على المشايخ وزعماء القبائل فقد السيقة في المتعلمين وستمر وضع هكذا إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية والوعدة التي قطعة لمستعمرات بأنها ستنال حقها في تغرير المصير وفي الاستغلال وجاء مؤتمر الخريجين وأصبح يطالب حق السودانين في هذا بدأ بعض التغيير فبدأوا بمجلس استشاري لشمال السودان لأن الجنوب كان يدار كوحدة منفصلة تغريبا منذ 1914 تغريبا عندما نقل الجيش للشمال ثم بعد قانون المناطق المكفولة في بداية العشرينات ثم الاعتماد على المشايخ وزعماء القبائل في 27 وهكذا لم تكن هناك أي ممارسات يعني دموغراطية بالنسبة للناس كان في الحاكمة العام على المستوى العام مدير المديرية ولكن في منظم المناطق كان في مفتش المركز مفتش المركز هذا كان هو الحكومة بالنسبة للمواطن في كثير من أماكن عنده سلطات تشريعية قضائية تنفيذية هو يمسل الحكومة بعد يعني لما جاتت جمعية تشريعية في 48 لم تستمر كثيرا وحتى الذين دخلوها دخلوها جفهة الاستغلاليين ولكن أغلبية الناس كانوا يقاطعونها اتحاديين جميعهم والذين كانوا يتعاملون مع مصر رفضوا دخوله فجأة في 53 وجدنا نفسنا نحن في مرحلة بتاع الحكم الزاتي الذين استلموا الحكم في 54 الذين نالوا الأغلبية في المجلسين النواب والشيوغ الذي نظام الذي بني على نظام واسمينستر لم يكونوا قد شاركوا في كل الذي مضى وبدأوا من الصفر في حكومة في نظام واسمينستر الذي يعتبد على نظام دمغراطي فيه حكومة مساءلة لبرلمان منتخب لكن لم يروا هذه الممارسة حقيقة أمامهم لفترة طويلة وهذا الذي حصل في بلدان أفريقية كثيرة لذلك حصل انتقال عن طريق الجيش أو في بعض الأحيان حتى يعني الأحزاب ذاتها سعت في أن تنقض هذا النظام لأنه لم تراه أمامها يعني واقع معاش ثم جاءت عند الكثيرين فكرة الحزب الواحد الذي يمثل الناس كلهم والذي يختصر الطريق إلى التنمية وفي بلدان كثيرة أصبح هذا هو النمط في أفريقيا نظام حزب واحد من ناحية نظرية شامل للجميع ولكن فعليا أن هناك خلاف على السلطة ما بين يعني الإليت في الدولة كان في صراع كان في اشتباكات كان في هذه الدورات الخبيثة كما يسموها الناس كثيرين عندما يسجر ناس من العسكر يهبوا ضدهم ثم بعد فترة يأتي عسكر جديد ولكن في كل المرات التي جاء فيها العسكر إلى السلطة كان المدنيون يعني هم وراء تلك الانقلابات كان السياسيون يعني نفسهم هم الذين تسببوا فيها منذ انقلاب عبود إلى انقلاب الإنغاز أما سمير أفاضل فاصل غصير سمير عود حين يذكرون الجامعة فهم يعلون جامعة الخرطوم وحينما يقولون 93.3 فحتما يستمعون لأثير جامعة الخرطوم على جدرانها نقرأ الأصالة والعراقة وفي طلابها نلتمس التميز والتفوق وعبر أثيرها نسمع لصوت العلم والمعرفة تلاتة وتسعيني فاصل 3FM أثير رائد لجامعة الرائد أثير رائد لجامعة الرائد سمير الأفاضل عدنا بعض الفاصل لمواصلة الحديث مع الدكتور علي سليمون فضل الله وصادر القانون الدستور حقوق الإنسان وعمية كلية القانون الأسبق بجامعة الخرطوم دكتور علي بعض الشعوب يتقدس دستيرها باعتبار أن العباء المؤسسين للدولة أعدوا دستورا معبرا عنهم وكافنا لحقوقهم وضامنا لحرياتهم ومحكم في صياغتهم كيف تنظر إلى الدستور الأمريكي نموذجا ولماذا يجد التبجيل والإحترام من الشعب الأمريكي الدستور الأمريكي طبعا كما هو معروف هو أقدم دستور مكتوب الآن 1787 أكثر من 200 سنة هما يتعاملون بهذا الدستور حصلت له طبعا بعض التعديلات ولكن ربما كان الأمر في أمريكا أن الدستور قوم بواسطة الدولات كانت مستقيلة تقريبا من بعضها البعض وجاءت لتجتمع ولتتقوى بهذا الدستور فأن تخلق لها نظاما فدراليا تسمح فيه الحكومة المركزية بصلاحيات معينة فيما يختص بالدفاع والسياسة الخارجية ثم تترك معظم الأشياء لتعامل على المستوى على مستوى الولاية وبالتالي يمكن هذا من الأشياء التي ساعدت ساعدت ثم أنهم من هذه البداية أقروا وثيقة للحقوق وثيقة متينة حالة أن تحفظ حقوق المواطنين على مستوى الاتحاد ثم ضمنت على مستوى الولايات أيضا وهذه الوثيقة كسبت الكثير من المعاني عن طريق تدخر القضايا أيضا بالتفسير لأن تفسير هذه النصوص يعني أمام المحاكم لم يكن هو نفس التفسير مثلا كانت تفهم في فترة معينة بصورة معينة بعض النصوص ولكن مع تطور الزمن تطور السياسة تطور الوعي في المجتمع آخر انعكس هذا كله في الأحكام الخضاية وساعدة الأحكام الخضاية في تطوير الفهم خاصة فيما تعلق بحريات الأفراد وحقوقهم الأساسية وبالمساواة يعني في نص عن المساواة أمام المتساوية أو المعاملة المتساوية أمام القانون equal protection of the laws هذا يفسر في مرحلة على سأنه لا يمنع بعض الممارسات الفصل عنص مثلا مدارس مختلفة للسود والبيض في 1893 كانت مقبولة في 1956 لم تعد مقبولة والمحكمة الدستورية في قضية مشهورة اسمها Brown and Board of Education قالت إذا كانت منفصلة فهي ليست متساوية وبالتالي يعني نحت بهم منحا جديدا في حماية حقوق الأفراد المحافظة عليها ومنع التعدي على حقوقهم يعني بدعوة مستوى القانون نعود للدولة المستعملة نعود إلى بريطانيا بريطانيا نفسها يعني ليس لها دستورة مكتوبة وإنما أعراف دستورية غير مكتوبة ولكنها لكن الشعب البريطاني يتمتع البريطانيون بحرياتهم وحقوقهم الأساسية كيف تنظر التجربة البريطانية الدستورية؟ التجربة البريطانية طبعا من الصعب يعني أنت تقول أنك عايز تطبق التجربة البريطانية هذه تجربة نمت عبر قرون من الزمان وعبر النضالات ساهم البرلمان نفسه في هذا النضال يعني ضد السلطة الأحادية للملك مثلا وجاء وقت يعني البرلمان وقف وقفات مشهورة واتخذ القرارات أنه مثلا لا تفرض ضرائب على الأفراد إلا إذا كانت صدرت بقرار من البرلمان إذن هو تعبير عن نضال الشعب البريطاني يعني عبر الثنين إلى أن وصل الآن لهذه المعادلة التي أصبح فيها الملك يسود ولا يحكم أصبح عندهم يعني ملوكهم لا تدخل لهم حقيقي في السلطة إلا في يعني أشياء معينة مرات عندما يحتدم الخلاف يعني حول بعض المسائل يستطيع الملك أن يحسم الأمر في بعض الأشياء يعني قليلة معدى ذلك البرلمان المنتخب صارت لديه السلطة والحكومة لا بد من أن تكون من داخل هذا البرلمان المنتخب وتكون مسائلة لهذا البرلمان وإذا لم تحصل على ثقته فغدت الثقة فعليها أن تذهب أو أن تطلب من الملك أن يعلن انتخابات جديدة تعرض فيها نفسها على المجتمع فإن أعادها للسلطة كإجازة لها أن تستمر في الحكم بأغلبيتها الجديد دكتور عيسينيون فضل الله أشرت قبل شوية الميزات النسبية للدستور الأمريكي والدستور البريطاني من ناحية أخرى وقد نضع على تجاربهما قرون عديدة من الممارسة واستغرض على إسرها وأولدت فكرا دستوريا وقانونيا أسر التجربة الإنسانية وليس على بريطانيا وأمريكا فقط وفي السودان انفرض السياسيون والرلمانيون بإعداد وسائغ الدستور في حقب الحكم الوطني مختلفة كيف تنظر إلى دور كليات القانون وعلماء السياسة والإجتماع والاقتصاد والصحافة في إرساء قاعدة وعي حقوقي تفضي إلى دستورهم السدام؟ علماء القانون والسياسة يعني هما في حقيقة دورهم يعني ما كبير يعني هما دورهم ممكن يكون في التوعية بالدستير وأنواع أنظمة الحكم أنواع الحريات العامة وحدودة وكيفية النص عليها في الدستير يستطيعون أن يفعلوا كل هذا ويستطيعون أن يساهموا مساهمة فعالة بفكرهم في إسراء النقاش حول هذه الأمور لدينا تجربة مثلا في مشروع دستور 68 حينما وضعت له لجنة قومية لوضعه ثم تم وضع لجنة فنية من القانونين وآخرين لمساعدة هذه اللجنة القومية فكانت اللجنة الفنية تكتب الدراسات حول الخيارات المختلفة نظام رئاسي أم برلماني اكتبون أوراق في هذا المعنى وتطرح على اللجنة لفوض أحدهم لطرحها على اللجنة القومية لمناغشتها وكانت اللجنة القومية هي التي تتخذ الخيارات الآن حصل تقدم كبير في هذه الجزئية وصاروا الناس يرون الآن أن صناعة الدستور يجب أن لا تقتصر على هؤلاء أن النغاش حولها يجب أن يمتد ويشمل كل بقاع القطر وفي هذا يستطيع علماء القانون وعلماء السياسة وقيرهم من العارفين بهذه المواضيع أن يشاركوا في النغاش الذي يتم في أماكن مختلفة محاولين إيصال المعلومة الصحيحة حول نظم الحكم المختلفة حول دساتير أنواع شكالة مختلفة حتى أن الناس يكونوا على بصيرة من أمرهم يستطيعون أن يقرروا في هذه الأشياء بطريقة مبنية على معرفة دقيقة بمثل تلك الأمور وأنا أفتكر الشعب السوداني لديه من الوعي ما يستطيع به أن يخضم كل تلك المعلومات إذا ما عرضت عليه بطريقة صحيحة حتى تكون مشاركة فعلاً مشاركة فاعلة في إقرار أي دستور قد إذا لم نقول بهذا نكون قد خلفنا يعني ما هو سائد الآن في العالم وما تم في بلدان جارة زي كينيا أو في بلد زي جنوب أفريغيا مثلا عندما اتخذوا دستوره والأمم المتحدة نفسها صارت الآن تتكلم على أن حملية صناعة الدستور لا بد أن تكون فيها تشاركية لا بد أن تكون فيها شفافية لا بد أن يكون فيها شمول لكل الأطراف المعنية بهذا الأمر اللي هم كل المواطنين في الدولة الذين لهم الحق في الاختراع وفي المشاركة دستور أعيسنا ينفضل الله أنت نشطت أبحاث علمية وشاركت بها في مؤتمرات قانونية مثل الحقوق الأساسية والحريات العامة في الدستور المغبل وحقوق الإنسان والحريات الأساسية في الدستور الانتغالي والبحث عن الدستور وأسهمت في الحراكة الدستورية كيف تنظر إلى كتابة أو صناعة الدستور التي أشرت عليه قبل قليل أنا أشرت يعني الآن قبل قليل كنت أتكلم عن أمر صناعة الدستور هذه صناعة الدستور حقيقة أصبحت الآن لا تقل أهمية عن فحو الدستور نفسه يعني لم نعد معنيين فقط بالدستور ونصوصه وكيف تكون ولكن المشاركة في صناعته صارت أيضا من الأهمية بمكانه وكما قلت قبل قليل لا بد من إشراك كل المواطنين في هذا الأمر في كينيا هنا وهي أقرب بلد لينا عندما وضع لجنة يعني لتنظر في أمر الدستور بالنسبة لكينيا هذه اللجنة كان عندها ويب سايت فيها تداخل مع المواطنين كانت تعقد اجتماعات في القرى وفي المدن تناقش الناس في أمر الدستور الذي يريدون واستمر الحوار حول هذا الأمر وقتا طويل في جنوب أفريقيا أيضا يعني كانت برضو في نغاشات واسعة حول الدستور كل الأطراف شاركوا فيها وبالتالي الآن تمع المدني في السودان بدأ الحوار حول الدستور عن طريق بعض المبادرات الكثيرة يعني مبادرة الأيام التي ذكرتها هي واحدة منها ولكن كانت في مبادرة يعني قبل هذا المبادرة الشعبية يعني فيها كذا منظمة بدأت أساسا من كان مركز تنمية المجتمع في جامعة شرق النيل براسة الألاخ دكتور قرشاب وآخرين واستمرت مع مراكز عدة شاركت في هذا الأمر ووصلوا بأنهم يعني كتبوا كمية من الكتابات الصغيرة التي يسهل تناول بواسطة أي شخص اللي معرفته حتى من بينه فيه يعني الدستور في بوفة الخضار يعني حتى أن الناس تعرف الدستور ده أمر يهمهم جميعا يعني وليس خاصرا فقط على القوى السياسية الحاكمة أو المعرضة وقيرها يعني أي مواطن مفروض يكون عنده دور يلعب في النقاش حول الدستور ويجب أن يجد الفرصة ليعبر وليسمع وليشارك في النقاش حول شكل الدستور وفحو الدستور وده يكون جزء مهم جدا لأنه هذا يساعد في أن المواطنين متى ما يعني وعوا هذا ووعوا الدستور وما هو وما فيه وكيف يؤثر عليهم في حياتهم حتى في بوفة الخضار بعد ذا بيكون عندهم اهتمام بالدستور فمتى ما قرد دستور بيكونوا هما حريصين عليه لا بد من أن الناس تعرف يعني في أمريكا التي يعني تذكرتها قبل أنه أي شخص يتجنس يسألوه عن الدستور الأمريكي لازم يكون على علم بفحو الدستور الأمريكي ومعرفة محتوى فلا بد أن نحن أن نحاول أن نصل بهذا الوعي المعرفي حول الدستور يعني إلى أبلغ مدى ممكن قبل أن نضع الدستور القادم في البلاد مسلمي الأفاضل فاصل عصير سمي العود تسجيلات نادرة إيقاعات حية مواد وثائقية وتسجيلية أحمد نتور للعاتباني مولود في الأبيض أنا أتميت تعليمي الثانوي في سنة الثمانية وعشرين كانت رغبتي أني أدرس قانون وما كانت فيه أكلية قانون في ذلك البداية محاضرات علمية بحوث وعلوم تضم الجامعة 19 كلية و17 معحدا ومركزا للبحوث والتدريب ودار للطباعة والنشر هذا بالإضافة إلى مستشفى السوب الجامعي نغم جميل وترفيه مفيد مواد تعليمية وثقافية صوت واحد صوت جامعة الخرصوم صوت جامعة الخرصوم مسؤولة الفاضل عدنا بعض الفاصل لمواسطة الحديث مع الدكتور علي سلمان فالله أستاذ القانون الدستوري حقوق الإنسان وعامية كلية القانون الأسبق وجامعة خرصوم دكتور علي البحث عن الدستور في السودان ممكن تكون قصة طويلة تعود بدايتها إلى الحكومة الثنائية حينما ركز ركز السلطات الحكومة التشريعية والغضائية والتنفيذية في حاكم عام بريطاني كما شرت إليه ترشحه بريطانيا وتوافق عليه مصر شكل هذا الأساس الدستوري لحكم الثنائي ثم بعد تطور الحركة الوطنية عقب بروز مؤتمر الخريين والذي شكل مجمع الضغط على إدارة استعمارية شرعت في تطوير أو نوع من التطورات الدستورية أخذت تطوير برأسها حدثنا عن تلك التطورات ومن الذي أفضت إليه البحث عن دستور في السودان حقيقة أمر طويل عندما عدت للسودان من نيجيريا عام 78 وجدت أن أحد الأساتذ الذين سبقوني قد وضع سؤالا للطلاب بالإنجليزية في مادة القانون الدستوري فحواه أن تاريخ السودان منذ المهدية يمكن أن يقال أنه تاريخ بلد يبحث عن دستور لأنه يعني جاء الحكم الإنجليزي وكما قلت في الأول وضع كل السلطات في حد الحاكم العام ثم جعل الحاكم العام في مجلسه يقرر ويعطى الحاكم العام الحق في نقض قرارات مجلس الحاكم العام حتى وإن لم يكن موجودا أن يتخذ القرار يعني أو كان موجودا مع التسبيب يعني يسبب السبب الذي حدى به ليفعل ذلك ولم يحصل تطور من 1910 لغاية 1943 في مجلس الاستشاري الذي كان مجلسا استشاريا للشمال فقط ثم جاءت الجمعية التأسيسية في 48 اللي هي بداية نظام واسمينستر في السودان ولكن حتى هذه جاءت يعني مفتسرة بعض الشيء لأنه القوى السياسية الغالبة في ذلك الزمان لم تشارك فيها شاركوا فيها شاركت فيها القوى الاستغلالية لفترة بسيطة ثم جاءت يعني مطالبات بعد ذلك في أنه الناس تريدوا نظاما أوسع من ذلك بدأت لجنة ستانلي بيكر منبسغة من الجمعية التشريعية في أن تحاول أن تعدل لكن كانت جمعية التشريعية كان في الأساس غير مسموح لها حتى نظر في قانونها يعني كما ليس لها كان النظر في أمر الجنسية السودانية هذه من المواضيع التي لم يكن لها أن تتحدث فيها أو عن علاقات السودان بغيره من الدول أو علاقته مع بريطانيا ومصر كانت محدودة في بعض الأشياء التي لا تستطيع أن تشرع فيها بعد لما جاءت الفترة الانتقالية كان مفروض أنه فترة الأولى من 53 إلى يعني نهاية 55 كانت فترة لسودنة الوظائف التي قد تؤثر على حق تقرير المصير ثم دلاء الجيوش الأجنبية ثم انتخاب جمعية أساسية هي التي تقرر في أمر السودان إما استغلال أو اتحاد مع مصر معلوم أنه الحزب الذي يعني تولى الحكومة في بداية الفترة الانتقالية كان هو الحزب الوطني الاتحادي بقيادة الزعيم إسماعيل الأسهري وهؤلاء كانوا رأيهم في ذلك الوقت اتحاد مع مصر وإن كانوا بعدها قالوا أنهم نما هما سعوا الاتحاد مع مصر لتحالفوا مع مصر ضد الإنجليز في شمال الوادي وفي جنوبه وعندما تحقق لهم ذلك هما ينحازوا في النهاية للاستقلال حكومة أسهري في يعني ديسمبر خمسة وخمسين قبل إعلان الاستقلال بفترة وجيزة تعرضت لهزة كبيرة لأنها فقدت الثقة من المجلس من المجلسين ثم عادت بصوت واحد مرة أخرى فعندما عاد رئيس أسهري للحكم مرة أخرى فاجأ الناس بأنه سيتقدم بإعلان الاستقلال في الأسبوع القادم هذا معناه أنه الاستقلال تم على غير الطريقة التي كان منصوصا عليها في اتفاقية المصرية الإنجليزية حول الحكم الذاتي الحكم الذاتي أيضا ما ساعد فيه طبعا قيام الثورة المصرية في مصر لأن النظمة المصرية كانت ترى إلا أن السودان جزء من مصر وذهبوا للأمم المتحدة أكثر من مرة حول هذا الأمر ولم يكن يوافقوا على ذلك إلى أن جاءت الصورة المصرية وكان على رأسها لواة محمد نجيب ومحمد نجيب يعني تمكن من توحيد كلمة الأحزاب السودانية كلها على أنهم يقبلوا بهذا الأمر وأيضا قبل بحق السودانيين في تقرير المصير فكان طبعا يهو على أساسه تمت انتخابات 53 وجاءت بالاتحادين إلى الحكم فأسحري في ديسمبر سلطير ديسمبر تم علاها الاستغلال على عجل ولذلك قانون الحكم الذاتي الذي كان موجودا تم فيه تعديلات بسيطة من أهمها أن سلطات الحاكم العام في مجلسه التي كانت موجودة في قانون الحكم الذاتي أصبح يمارسها مجلس للسيادة مكون من خمسة أشخاص يتولى أحدهم رئاسة المجلس كل خمسة أشهر فهذا كانت تعديلات على أمل أن الناس متى ما نالوا استغلالهم سيكتبون لهم دستورا يعني دائما وده السبب جاب قصة دستور دايم لأنه لا يوجد بلد تتكلم عنها تكتب دستور دايم أنت تكتب دستور ليستمر هذا الدستور يعني أنت لا تكتب دستور تقول والله أنا دا عمل لي دستور لكن ممكن بعد يعني فترة حاجيب دستور تاني فدي أصلا بس الظروف التي يعني نال فيها السودان استغلاله وكون أنه دستوره الأول تم على عجل وسمي دستور السودان الموقع لعام ستة وخمسين بأمل كتابة دستور دائم يتفق عليه الناس ويتخزونه بعد ذلك دستورا للبلاد دكتور سليمان فضل الله يعني يمكن الجمعية التأسيسية الأولى عينت لجنة لإعداد الدستور للبلاد وبأمل أنه تجيز الجمعية وضمت اللجنة خبراء ويبدو أنه ينسحب أعضاء اللجنة من الجنوبيين بسبب عضو تضميم مطلب الفدرالية في مسؤول دستور وربما شكل هذا الأمر عدم سيغة الجنوبيين في الشماليين وقد عبر عنها الأستاذ أبي أليير في كتابه نعض العهود هل كان يمكن التوافق على تضمين المطلوب لتفوية الفرصة فرصة الانفصال التي وقعت في نهاية المطاف سؤالك هذا رجعني إلى شيء كان يجب أن أذكره وهو أن إعلان الاستغلال من داخل البرلمان تم بإجماع العظم لم يشف زحف ولكن هذا لم يكن ممكنا لو لا أنه حصل قرار أيضا من البرلمان صدر بأنه أي دستور مقبل يجب أن يعطي مطلب الجنوبيين في الفيدريشن الاعتبار الكاف من النقش يعني لا بد من أن ينظر هذا بواسطة أي لجنة تنظر في الدستور الدائم تشوف طلب المواطنين من جنوب السودان فأنهم يريدون أن يكون لهم نظاما فدراليا للحكم يخص الجنوب وده طبعا يعني المطلب ده كان أنا في رأيي مطلب معقول خاصة إذا نظرنا على أنه الجنوب ظل لفترة طويلة تقريبا منذ 1914 منذ أن نقلت القوات العسكرية المسلمة من الجنوب إلى الشمال وأصبحت وأصبحت في قوات يعني دفاع السودان مكونة من جنوبيين ثم جاءت كما قلت قواعد المتعلقة بالإجراءات الجوازات في أنها تمنع أي شخص من الشمال يذهب للجنوب إلا إذا كان لديه غرض محدد وكذلك بالنسبة للجنوبين الذين يريدون القدوم إلى الشمال ثم صدرت سياسة يعني رسمية سنة 30 من سكرتير الإداري متعلقة بموضوع كيف يدار الجنوب مفصولا من بقية السودان وقبلها حتى يعني إذا نظرت في تقرير لجنة ميلنر التي كانت تنظر في أمر مصر وموضوع منحها لاستغلال كوين بويد الذي كان عضوا في تلك اللجنة أرسل للسودان ليرى ماذا فيه وعندما عاد قاد هناك أوضاعا يعني بحكم خاص للجنوب وأنه احتمال أن يفصل جنوب السودان ويدار مع مستعمرات بريطانيا في شرق أفريغيا كان واردا ولذلك يعني حقوا عندما تحقق الاستغلال للكل مطلب الجنوبين فأنهم قد يكون لهم حكم خاص لأنهم طيلت تلك الفترة كانوا هما يعاملون كجهة خاصة للأسف الشديد أنه هذا المطلب كما أنت قلت لما جاءت لجنة الدستور بعد الاستغلال لم في تقديري أنا لم تعطوا حفظه من النغاش الكامل وكلمة فدريشن دي كانت يعني في نظر الكثير بين السيناء يعني كانت كلمة تعني الانفصال يعني ولذلك كانوا ينفرون منها لم يكونوا على استعداد لتقبل هذه الفكرة آنذاك وللأسف الشديد طبعا كما أنت قلت بعض العضاء سحبوا ثم دخلوا القابة وبدأت يعني الحرب التي كانت أصلا قد بدأت بتمرد الذي تم يعني في توري قبل الاستقلال قبل الاستقلال حصل تمرد يعني الفرقة استوائية وحصلت مشاكل وقتل كثير من الشماليين وكان في هذا الأمر يعني ردة كبيرة بالنسبة لأهل السودان جميعا لكن رغم كده كان مخروض مطلب الفدريشن هذا يعطى حظه من النغاش الكافي ولأنهم قد فعلوا لو وجدنا سبيلا لنظام حق خاص بالجنوب في إطار السودان الموحد ولعله كان قد استبر يعني إن تم الأمر أنا سمعي الفاضل لا يسعني في نهاية هذه الحلقة إلا نتقدم بشكر الجزيل للدكتور علي سليمان فضل الله مستاذ القانون الدستوري وحقوق الإنسان وعميد كلية القانون الأسبق بجامعة خرطوم وياللغاء في الحلقة القادمة سعود عليكم الله وشكرا جزيلا على إذاعة جامعة الخرطوم تتابعون ريموز وأفكار نحاور ونوثق من خلالها لأساتذة جامعة الخرطوم إنهم أثر الحياة العلمية الأكاديمية والمعرفية عملوا في خدمة المجتمع وشاركوا في العمل العام ريموز وأفكار من أعداد تقديم محمد القاسم محمد ترجمة نانسي قنقر